بقوة السلاح لا تزال محكمة سبه عاجزة عن نظر طعن مقدم من المرشح الرئاسي المحتمل سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من قائمة المرشحين المقبولين وفي سبيل ذلك نشد محام سيف الإسلام خالد الزيدي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بالتدخل لوضع حد لما يحدث كما طلب المفاوضية العليا بضرورة مراعاة هذه الظروف القصرية في إعادة ترتيب جدولها الزمني وذلك بعد قيام مجموعة مسلحة بتطويق المبنى وتهديد ومنع الهيئة القضائية من الدخول لنظر الطعن في المقابل رافضت محكمة استئناف ترابلس الطعن المقدم على قرار المفاوضية قابل ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد بيبة لانتخابات الرئاسة رغم تعارض ذلك مع قانون الانتخابات الرئاسية الذي يحذر الجمع بين العمل العام والترشح للانتخابات تطورات تثير المخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات وتضع علامات استفهام على إمكانية تنظيمها في ظل هذا الوضع الهش ومع هذه التطورات وتحذيرات البعض من تأثيرها على نزاهة الانتخابات مضت المفاوضية في برنامجها كما حدد سلفا حيث استقبلت أولى دفعات المواد اللوجستية لإجراء الاقتراع كما التقى رئيس المفاوضية عماد السايح مع كل من المبعوث الأممي يانكوبيش وسفير الاتحاد الأوروبي خسيسة بادل لبحث التحضير للانتخابات ترجمة نانسي قنقر